ومعنا سؤال بيقول أنا متجوز من حوالي 30 سنة ما شاء الله وعندي أولاد كبار أحدهم متزوج وعندما أدعو زوجتي للفراش تتحجج بأنها تعبانة يعني مراته اللي هي بقت الجدة دلوقتي بأنها تعبانة أو أنها ستصوم غدا وللأسف منعتني من النوم في غرفة النوم معاها بحجة أن الأولاد كبار وذلك يسبب لها إحراج ماذا أفعل وجذاكم الله خير خلينا نقول بس أن العلاقة الخاصة أو العلاقة الجنسية شديدة الحساسية دايما بنقول أن في حاجتين بتبتدوا بالجيم شديدة الحساسية الجلد والجنس لتنين شديدة الحساسية يعني إيه شديدة الحساسية بيتأثروا قوي اللي زوجت حضرتك بتعمله ده هي نتيجة لعدة أمور الأمر الأولاني نتيجة للامتلاء الزواجي اللي احنا تكلمنا عنه في الحلقة اللي فاتت في منبئات الطلق واحنا بنتكلم في منبئات الطلق إيه حكاة اللي امتلاء الزواجي دي؟ هي ما بقتش مستحملة ما بقتش طائقة ما بقتش طائقة ولا مستحملة ليه؟ لأن حضرتك ارتضيت أنا آسف حضرتك ارتضيت الحياة الباهتة ارتضيت أن هي تتحول إلى ليست أنسة ما بقتش أنسة وما البقت إيه؟ بقت أم العيال حضرتك بعد ما هي تحولت إلى أم العيال وتكلست جاي الطالب بنا أن هي تتحول إلى أنسة هو فيه فرق من أم العيال والأنسة طبعا وزيك المرأة لازم تقوم بعدة أدوار في حياة زوجها ولابد أن الزوج يقوم بعدة أدوار تحافظ لها على أدوارها دي يعني هي مش غلطانة يا مولانا لا غلطانة أن هي تمتنى عندها وهي بتتلكك بالمناسبة بس إيه إحنا لازم وإحنا بالعالج المسألة مش أن إحنا نقول أن ده غلط وبس لكن نشوف إيه سببه سببه امتلاء الزواجي فأنتو محتاجين تعودوا مع بعض والمدة طويلة يعني تعودوا على الأقل زي ما إحنا بنجرب كده تعودوا مع بعض 15 يوم يعني تعودوا مع بعض 14 يوم يعني أسبوعين تعودوا مع بعض كل يوم هي تحكي هي إيه اللي وصلها لده فكرة أن الأولاد كبروا وهي بتتكسف آه في ستات بتعمل كده بس بالمناسبة الستات اللي بتعمل كده برضو بيبقوا ويتلككوا ليه؟ حسين أن هم بيدفعوا تكلفة عالية في مسألة الجوازة حسين أن هم بيدسعى له فنعمل إيه بقى؟ لازم نقعد ونسمعهم ونسمع هم بيعملوا كده ليه؟ وما فيش مانع كمان نستشير حد لأن في بعض الأحيان بتبقى الحلول عندنا وقفة ما عندناش حلول فنستشير حد ليه طيب؟ لأن الزوجة هي كمان بتحب الاحتواء بس هي بتحس أن فيه حد مش مقدر اللي فات لو قدرنا اللي فات وحسستها أن هي ما زالت أنسة وما زالت جميلة وما زالت في حياتها بقية أنت تشوفها مش بمزاوية وخرجة من الحياة دي والأهم من كده لأن السؤال نفسه أنا آسف يعني السؤال نفسه أنا قاعد أشوف حاجات فيه في وسط الأسئلة كده أن أنت دايماً بتعامل على أنها بتتحجج بدون ما تفهم حكتها حاول تفهمها وتتفهمها وتحاول تفهم هي بتعمل كده ليه أنا قلت لك أن اللي هي بتعمله ده ممنوع وامره مش شرعي بس إحنا كمان عايزين نعمل حاجة مهمة ومعصية لكن عايزين نقول حاجة مهمة جداً هي لماذا تفعل هذا دي مسئوليتك وإذا كنت مش قادر توصل لده فشرفونا نتكلم مع بعض في مركز الإرشاد الزواجي إزاي نحل المسألة دي أول حاجة عشان تحلها تتكلمه مع بعض وتتكلمه وتسيبها تقول اللي عندها ولو مش عاجبك برضو هتسمعه وبعد كده هتعرف إيه السبب من أربع أسباب اللي أنا أقولهم لك ده السبب الأولاني هي عملت كده لأنها حست أنها ملهاش دور في حياتك غير الدور بس أو بس غير الدور بس العلاقة الخاصة فأرادت تقول لك لا أنا لي أدوار تانية في الحياة أنا مش لعبة بتلعب بيها ولا أداة بتتسلى بيها بس أنا إنسانة وليه مشاعر وليه حسيس أمر التاني السبب بده أن أنت من زمان بتعمل أخطاء في العلاقة الخاصة بأنك أنت تتعامل مع العلاقة خاصة بدون مراعاة شعورها إن 80% مشاعر و20% جسد فكمان ده لو متراكم كمان عاي يعمل لك ده لو دي تراكمات بقى مشاكل تراكمات مشاكل فيها إهانة وفيها مسبة وفيها إنكر أبرضو أي حصل ده لو كمان ده سببه الإحساس بنكراني الجميل لازم نعرف إذا كان ده السبب أو لا الأربع أسباب ديت الأشهر في الأربع أسباب فلازم إحنا الرعي ده ولازم نكون رحماء ببعض آه اللي هي بتعمله لا يجوش شرعا بس كمان أنت لازم تعمل واجب شرعي وهو أن أنت تجبر خطرة يا سادة إحنا النهاردة تكلمنا بحاجة مهمة كمان في الحالة اللي إحنا تكلمنا فيها دي إزاي نعيش بلا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله جنة وفتح وبركة ومدد يا رب اجعلنا من أهل لا حول ولا قوة إلا بالله لنذوق حلاوة مددك بأسرار أليس الله بكاف عبده يا رب اكفينا بفضلك عمن سواك واجعلنا يا ربنا ممن لا يتعلق قلوبنا بسواك اجعلنا خالصين لك وحدك واجعلنا متيقنين على أن الخير عندك وأنك يا مولانا كريم ودود تفتح لنا أبواب الخير وتفتح لنا أبواب الإقبال عليك إذا جئناك وقلوبنا تهتف لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله ترجمة نانسي قنقر